موريتانيا نيابة والتمثيل رسميا من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني لنشارككم بفرحة موسمكم الكبير الوفد يتألف من مستشارين السفارة والكاتب الخاص معي وانصر الشرفي والمختار تلامتكم كلهم ومحبوكم انتم مدرع بهم جئنا لنشارككم في هذا الموسم الكبير نؤكد لكم اننا باسم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الموريتانيين نثمن العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي بشكل عام ولكننا نثمن العلاقة الروحية بين موريتانيا وبين هذه الأسرة الكريمة بدءا بالشيخ أحمد بنبر كبير وانتهاءا بكم وبأتباعكم وبمريديكم كل باسمه وجميل واسمه جئنا نؤكد ان العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى الروحي ستشهدان وشهدتا بالفعل تطورا ان شاء الله في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزوان لأنه يولي لهذه الأسرة الكريمة وإتباعها ولمريديها وطلابها تقديرا خاصا واحتراما خاصا لذلك لم يرضى ان يكون التمذيل لحضور هذا الموسم الكريم بأقل من رطبة وزير كان في العظام السابقة يأتي موديل وكذا هو قرر ان يكون التمذيل بأعلام مستوياته أنا أنقل لكم تحياتي وتهانئه لكم بهذه المناسبة وتمنياته لكم بموثور الصحة والعافية والتقدم والازدهال لكم شخصيا وللمريدين وللشعب السنغال بشكل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم فضيلة الشيخ أنا باسمي وباسمي زملائي وأنقل لكم تحياتنا الشخصية وتحيات صاحب السعادة محمد يحيو التيس سفير جديد تمنياته لكم بعيد سعيد ويقول لكم أنه سيأتي إن شاء الله قريبا وأن كما ذكر معالي الوزير أنه يحمل أو محملا بتوصية خاصة بالعناية بكم مع ما وصي به من تعليمات لتوطيد العلاقات الروحية والسياسية بين البلدين الشقيقين موريتانيا والسينقال وأرجو الله العلي القدير مع دعواتكم الصالحة أن يمنى علينا باليمني والإيمان والبركات وأن يرفع عنا البلاء والوباء وعن سائر بلدان المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم صاحب المعالي معالي وزير شؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد داه والسيد أعمار الطالب ممثل سفير الموريتاني بالسنغال والوفد المرافق لمعالي الوزير كذلك الوفد القادم من السفارة والوفد القادم من المملكة المغربية الشقيقة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه الخليفة العام للطريقة المريدية يؤكد لكم أنه سمع كلامكم جيدا سمعه بحاسته وسمعه أيضا كذلك سمع معنوي معنى فهمه وأدركه جيدا ويعرف بأن لكلامكم دلالات قوية جدا ولحضوركم كذلك دلالة قوية جدا لا شك أننا في في العالم يعيش كما تعرف الأزمة الناس يتباعدون البعض مع بعض لكن موريتانيا أبت ذلك بقيت حريصة على أن تكون مع طوبة بما بمعنى الكلمة في العام الماضي في الموسم الماضي سجلت طوبة لموريتانيا أمرا لا ينسى وهو حضور الوفد الرسمي الوحيد في موسمنا الماضي فقط لا غيره وهذا يذكر فيشكر ولن تنسها لكم طوبة أبدا هذا العام أيضا كذلك الحمد لله زدتم بأن قدموا معا لوزير الشؤون الإسلامية ووفدوا على فع المستوى من السفارة الموريتانية بدكار وأتيتم برسالة محملة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني حفظه الله ورعاه ونصره وتولاه الشيخ يقول لكم أنه موريتانيا الشنقيد بما أنه أحد خريجي محاضرها وهو حريص كل الحرص على أن تبقى تلك العلاقات قوية جدا ومتينة وأكبر شاهد على ذلك الحمد لله في بداية خلافته الميمونة وصلتم أنتم معا لوزير الشؤون الإسلامي وتعليم الأصلي لأول مرة كما قلتم كان التمزيل طبعا رفيع لأنه كان يمثل المدراء والسفراء رفيع لكن التمزيل على مستوى الوزير هذا لأول مرة وقع في عهد سيد محمد الشيخ الغزواني فالشيخ يشكره جدا ويتابع جدا العلاقات السياسية الجيدة المتينة بين الرئيس السنغالي وفخامته ودائما يوصي المريدين من السلطات وغيرهم بأن يقوموا دائما في توطير تلك العلاقات لأن مورتاني جزء لا يتجزأ من السنغال وجزء أيضا لا يتجزأ من طوبة على كل حال يقول أنه فرح جدا لا ضاعة الأقدام على كل حال يقول أن خطاكم هذه مسجلة إن شاء الله تعالى ولن ينسى أبدا إن شاء الله تعالى كما يشكر أيضا الوفد القادم من المملكة المغربية الشقيق من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور رضوان الشيخ يشكره غاية الشكر ويطلب منه أن يبلغ تحاياه إلى جلالة الملك وإلى معالي وزارة الأوقاف وإلى مدير المعهد ولله الحمد هذا المعهد الشيخ يعتبر أنه معهده لأن جل من يدرسون هناك وأن تدرس في المعهد من مريديه ومن أبنائه فعلى كلها الشيخ يشكركم غاية الشكر ويطلب منكم أن تبلغ أسمى تحاياه باسمه سخسيا وباسم خلافة العامة للطريق المردية وهو الحمد لله قائدها ونسأل الله أن يدوم أسمى تحاياه وسعيه الدائم الدعوب إن شاء الله في تعزيز تلك العلاقات إن شاء الله تعالى أتذكر كلامه دائما يقول أنه لما تولي الخلافة من أكبر أولوياته إحياء التراش الشنقيت التباوي دائما يؤكده لنا لذلك دعا مجموعة من العلماء صحيح بالله لن تأتدي على الشيخ لا 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 الحمد لله لذلك استدعا مجموعة من العلماء مجموعة من الزوايا مجموعة من رؤساء الأقطاب هناك في موريتانيا على مختلف المشارب ومختلف الانتماءات كلهم يستدعيه ويكرمه ويرى أن في ذلك برورا للشيخ الخديم على كلها الشيخ يشكركم غاية يشكر وفد الوزير يشكر وفد السفارة ويشكر أيضا وفد القادم من المملكة المغربية الشقيقة ويقول لكم تبتم وطابة ممشاكم سين برق نجي دولي نعم 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 قال سلم على حفيد شاحمد الجدالي مرحبا نعم نعم رحمة سارسارة رحمة رحمة مرحبا مرحبا كأنه واحد مننا قال أنه واحد منهم ومننا وهذا جليقم وده عالي جليقم هذا جده من أول من طلق الورد من الشيخ الخديم جده أحمد بن حسن الحمد لله أحمد الحسن أحمد بن حسن شهاده الله تبارك وتعالى أيضا ندري بدلوي اسم المريدين المريدانيين اسم الوفد الرسمي ولكنهم في قلوبهم محبة الشيخ الخديد كما أغنى شيخنا الشيخ منطقة بن الشيخ محمد البشير بن الشيخ أحمد بن محفظ والله ورعاه وأطال في عمره شكرا كما قال وزيرنا وممثلنا وطائبنا في هذه البلاد القيبة سماحة الوزير بالشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حضر الله وكما قال هم منا الحمد لله يا شيخ ليسوا كأنهم هم منكم شكرا 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 خاصة أنا قليق الذي لم ينسانش ولن ينساك إن شاء الله محبتي للشيخ الخديم محبته صحيح صحيح يا شيخ محبته للشيخ ذكرتني بمحبتي الشيخ بن أحمدية أحد كابر علماء البلاد عندما كان الناس في الموري تانيون يزورون الشيخ أحمد بن باب بكثرة وهو يغضغ عليهم من عطائه وسخائه قال بيتين شهيرين إذا كان هم الناس قطع المفاوز إلى الشيخ يوما لاجتلاب الجوائزي فهمي وقصدي أن أفوز بنظرة إلى وجه مرضي لدى الله فائزي ما شاء الله ما شاء الله بالنسبة هذه الحقيقة علاقتكم مع الموريتانيين ليست علاقة متكلفة يعني هم تربوا في هذه الأسرة يكفيك أن الشاعر الكبير محمد ولبن رحمة الله عليه وهو من كبار الشعراء اللغويين في البلاد رحمه الله قديمة لا تمرت أعتقد على الشيخ محمد البشير وأكرمه كالعادة ولكن الموريتانيين هو إذاك من الموريتانيين البدو وهم لا يعرفون السمك لأنهم البدو وأكرموه بأنواع الأكرام وقدموه له سمكا يابسا فقال أبيات يمازح الشيخ بها هل من الطرفتي تدل على متن العلاقة بين البلدين قال يا شيخ من أوصيتهم بضيافتي عرجوا بإكرامي سماء عروجه وتلطفوا بي في الكلام وأسعدوا من كل سعد منه سعد بروجه لكنهم والدهر يركب أهله ما شاء من أقتابه وسروجه خلطوا طعامهم بحوت يابس وأنا عاف الحوت يوم مخروجه عجيب عجيب ولما سمعها الشيخ ولما سمعها الشيخ ضحك حتى استرقى على قفاه لكن الشاعر غادر لما سمعناه غادر أعطا تعريمات بأن يرد إليه فلما رد الشاعر محمد ووقف على الشيخ قال قصيرته المشهورة أمنت من الخطوبة أتيت طوبة ويعمن من ألم بها الخطوبة مرحبا سيد معاي الوزير مرحبا منكم لأننا نحن من أهل الداري طبعا ونحن ابناء الشيخ ومريدي الشيخ والشيخ الوالد محمد اليدالي تعرفون جميعا أن الشيخ الخديم أخذ كتب الشناقطة ولكن كتب الشيخ محمد اليدالي أخذ خاتمة تصوّق عليها مسالك الجنال أكبر كتاب من كتب الشيخ الخديم ويقول في بداية مسالك الجنال وهذا يكفي من المحبة يقول لعلي أجزاء غدن بالحسنة مع اليدالي في المقر الأسنة ونحن منذ خلافة الخلفاء جميعا نحبهم والخليفة الشيخ محمد المنتقى أطال الله بقاءه ونطلب منكم ونطلب من الله العلي القدير أن يعيش ألف سنتين إلا خمسين عاما محفوظا محفوظا متوجا محفوظا منصورا محفوظا محافيا يوزر حتى يوزر قال الشيخ هذا يوزر حتى لا لا هذا هذه مباركة هذا مباركة هذا مباركة الشيخ أجابك بالحصانية قال أن هذا ياسد حتى بالحساب الجديد لكن بالحساب الجديد إن شاء الله وكما قال الشيخ وكما يحب الشيخ ونطلب من الجميع أن يدعو الله الشيخ محمد المنتقى بطول عمر في طاعة الله وفي صحة جيدة وحفظ وإمن ونحن من ابناء الدار من ابناء الدار كما قال الشيخ ما شاء الله شكرا شكرا يبدو أننا أطلنا شكرا 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 نعم شكرا جرنا كبمير وزيت أنا وخال مختاب حسن ورثاه هذه المرضية ولكن الجو سأقول منها بيتين قليلين قال رحم عام وفسش رحم عام وفسش من هجرتي خير الوراء عالم هذه الأمة شكرا 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 مجرور خديم شيخون البشير وصدد من الاذام محصون شكرا 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 بحر الشريعة المحمدية بداعه بالقرية المعروفة بين الوراء وبالها من قرية شكرا 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 يا ربي فرحمهم وبارك في الخلف خلفه ورحم جميع شكرا على كلها الشيخ أن نقول لك أيضا بأنهم أتوا بهدية من فخامة رئيس الجمهورية بعض الجمال إن شاء الله لدائلة حجب الترقية وهذا الهدية النقدية أيضا من فخامة رئيس الجمهورية لكن بقي شيء أن هذه الهدية تقول بلسان الحال جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها وأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهدها لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا شكراك